القضية فيها فعلا كما ذكر الأخ ضيف فيها تنسيق وتعاون على ما يبدو وفيها محاولة تلميع لجهات مسلحة هي اللي هاجمة وفيها يعني توجه نحو النزع الغطاء المسلح عنها والاتجاه لصبغة سياسية بادي أن ذي بدأ ولعل رسالة الجولاني إلى السوداني ربما تكشف جانب من هذا السعي ربما أيضا محاولة تغيير مسميات للجبهة اللي يخوضونها مسمى آخر ماذا فهمت من رسالة الجولاني لرئيس الوزراء العراقي أستاذ رعال يعني هو ابتداء كل العراقيين وكل السياسيين أنا أقصد يعني غير مرتاحين تماما لهذه الهبة التي حصلت ويعرفون أنه رأى ربما قوة قوة دولية لكن هذه التطمينات اللي يحاول هذا الرجل الأول في الجانب المسلح الذي يهجم على المدن ويحاول إعادة السيطرة عليها بقواته هذه المحاولة في الكواليس ربما ينظر إليها بشيء من الارتياح أقول في الكواليس أما الواجهة الرسمية العراقية فأنا بتقديري مستمرة في حالة التوجز مستمرة في حالة عدم الثقة بأي من يعني يقدم لها مثل هكذا رسائل سواء من الجولاني أو ربما تظهر شخصيات أخرى أو متحدث رسمي لها آخر لا توجد ثقة في هذه الجماعات التي جاءت لأنها موصومة أغلبها بالإرهاب وربما بعضها مطلوب يعني أيضا دوليا مطلوب يعني كعقوبات دولية أو يعني مصنف كمعظم إرهابي بالضبط رغم ما يقال أو ما يتردد في المتابعات الأمنية والعسكرية أنه جولاني نفسه قد خلف وعدا مع ظواهري ولم هو كان قد بايع ولم فيما بعد يعني انقلب عليه وانقلب حتى على البغدادي لكن صبغته يعني الواضح في الأدراج العقوبات الدولية تعطيه ربما نفورا من قبل واجهات رسمية عراقية تحدث عن العراق وربما حتى عن دول أخرى تنأ بنفسها عن الاستجابة أو التجاوب مع شخصه بالذات ومع جماعته أو من يمثله يعني الوقت كفيل بأن يثبت هو ومجموعته حسن النواية أو التهدئة أو ما ذهب إليه من تطمينات الزمن كفيل بقراءة ومعرفة مواقفين ترجمة نانسي قنقر